اشتركوا في القناة اه بنسبة للسكارب ده انا استخدمت فيه اه خيط برينسس سوفتي الخيط ده انت بنيك يعني يلد الوبرة ميتين وخمسين متر هو طبعا ميت جرام مية في المية اكليرك تمام ده ياخد ابرة مقاس اربعة انا استخدمت اه شلتين من اللون البيش وشلة واحدة اه من اللون البيش انا هشتغل على فاتلتين لما اشتغلت على فاتلتين استخدمت ابرة مقاس ستة ونص احبا بس اوضح انك تقداري اه تشتغلك فاتلة واحدة براحتك مش اي مشاكل بس انا بحب في الخيوط اللي هي الاصواف اه اللي هي بتبقى رفيعها شوية كده بحب اشتغل على فاتلتين لان لو اشتغلت على فاتلتين القطعة ما بتبقاش اه مسكة نفسها بتبقى خفيفة شوية واحس ان هي مش مناسبة للشتة شوية فعشان كده بحب لو خيط رفيع اشتغل على فاتلتين طبعا بقى اه دي طبعا حاجة راجع عليك براحتك لو عندك خيط سميك اه ممكن لو حتى انت عادي تشتغليها على فاتلة واحدة زي ما انت حبا اه بالنسبة اه طول السكارف عمل معايا اه متر ونص والعرض اربعتاشر سنطس اه انا كنت حباة بالعرض ده طبعا اه بالنسبة للعرض والطول تقدر يتحكين فيهم زي ما انت حبا عشان السكارف النهاردة محتاجين نبدأ بعدد زوجي هنبدأ ولو اياكم بعشرين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين لازم نبدأ بعدد زوجي تاني سلسلة من الابرة هدخل فيها طبعا انت عشان انا هنا شغالة في فاتلتين فهيبقى عندي هنا خطين بس انا قادر اميز ان انا اكي انه خط واحد فدايما نخلي بالك لو اشتغلت في فاتلتين ما تطلع بطيش هدخل في تاني سلسلة من الابرة واعمل منزلقة ايه غرزة من منزلقة هدخل في الابرة في السلسلة واسحب الخيط جي عندي حلقة هنا على الابرة واسحبت الخيط ده بعدي الخيط ده من الحلقة اللي على الابرة تمام الغرزة اللي بعديها بشتغل مستعمل الاف الخيط على الابرة ادخل في السلسلة اصحب الخيط عندي تلات حلقات على الابرة الاف الخيط واسحب التلاتة مرة واحدة اروح اللي بعديها واعمل منزلقة هدخل في السلسلة اصحب الخيط وعدم الحلقة اللي على الابرة هي دي المنزلقة بعد كده اللي بعديها مص عمود اللي بعديها منزلقة اللي بعديها مص عمود بعد كده منزلقة هكمل بنفس الطريقة لغاية نهاية الدور لو لاحظتم انا بدأت بمنزلقة وهنتهي برضو بمنزلقة يبقى اول غرزة عندي كانت منزلقة والاخيرة هتبقى منزلقة منزلقة مص عمود منزلقة مص عمود منزلقة لازم هبدأ البداية عندي بمنزلقة والاخيرة مص عمود منزلقة مص عمود منزلقة مص عمود واخر واحدة هنا هي منزلقة ادخل في السلسلة اسحب الخط وعدمي الحلقة اللي على الابرة هي دي منزلقة اعمل سلسلة ارتفاع وقلب الشغل فوق المنزلقة بعمل منزلقة ادخل تحت الحلقتين طح حرف الفي اسحب الخط واعدي الحلقة دي من الحلقة اللي على الابرة فوق النص عمود نص عمود يبقى فوق المنزلقة منزلقة فوق النص عمود نص عمود الغرزة سهلة وبسيط قوي بس زي ما انت شايفين بتدينا شكل جمالي حلو قوي هي عبارة عن منزلقة ونص عمود بدخل هنا تحت حلقتين حرف الفي اسحب الخط عندي حلقة اللي سحبتها اعديها من الحلقة اللي على الابرة هي دي منزلقة اللي بعديها نص عمود بلف الخط على الابرة وادخل تحت حلقتين حرف الفي اسحب الخط واسلف الخط على الابرة واسحب التلاتة مرة واحدة منزلقة مستعمد. زي ما قلت لكم بنبدأ بعدة زوجي ونبدأ في تاني سلسلة من الابرة. وعشان نتأكد دايما ان شغلنا سليم اول غرزة عندي منزلقة والاخيرة منزلقة. قصة عمود. منزلقة. مصة عمود. ودايما هنا فاضل اتنين. ما ننساش اخر واحدة. لان هي عشان منزلقة. بتبقى نازلة شوية كده لتحت. فممكن ما تفتكريها. ما تخديش بالك منها يعني. وتنسيها. كده الشغل هيبوز عندك. دايما ناخد. نتأكد ان احنا خدنا اخر غرزة عندنا في السطر. هتكون منزلقة. هنعمل سلسلة ارتفاع. نلف الشغل. ونفس الطريقة. فوق المنزلقة. هنعمل منزلقة. وفوق المصة عمود. مصة عمود. دينا في الاخر الشكل ده. كل ما هطلع بالاسطر الشكل هيوضح اكتر معي. هشتغل انا كم سطر. وبعد كده هرجعلك اوريك ازاي هغير اللون. وارجعتلكم هنا بعد ما اشتغلت كام اه دور. وكده بدأ اه شكل الغرزة يوضح. هنا هنغير بقى اللون. فاضلي بس هنا اخر منزلقة. ادخل فيها. ادخل تحت حلقتين حرف الفي. واسحب الخيط. اعدي من الحلقة اللي على ابرد. تمام? هنا هاقص الخيط. واسحب الخيط وقفل. طيب اللون الجديد هدخله ازاي? هدخل هنا تحت اخر منزلقة. واسحب الخيط الجديد. اللون الجديد اللي انا عايز اعمله. واعمل سلسلة ارتفاع ولف الشغل. واشتغل فوق المنزلقة. منزلقة. وفوق نص عمود. نص عمود. وكمل بنفس الطريقة. الاسطر اللي فاتت. فوق كل منزلقة. هشتغل منزلقة. وفوق كل نص عمود. هشتغل نص عمود. بنفس الطريقة كده. هنضفهم بقى في الشغل من جوة. بعد ما خلص خالص القطع بتاعتي. ده كده كان آآ يعني واحدة صغيرة للسطرف ده. توضح لكم طريقة الغرزة بتاعته. في وحدة صغيرة عشان تشوفوها. هي بالزبط عبارة عن غرزة المنزلقة وغرزة النص عمود. اول السطر بيبقى دايما منزلقة ودايما آخر السطر برضو منزلقة. كده انا شغلي سريم. وزي ما قلت لكم ما ننساش دايما آخر غرزة في السطر. عشان بتبقى نزلة شوية لتحت كده ما بتبنشي. سلسلة الارتفاع. السلسلة الارتفاع. وبعد كده بنغير. نقل بالشغل. وزي ما قلت لكم. بنفس الطريقة. فوق المنزلقة ومنزلقة. وفوق النص عمود. نص عمود. وهشتغل بقى زي ما انا عايزة. هتشتغلي بقى العرض اللي انت عايزاه والطول اللي انت حباه. بطريقة اللي انت يعني ايه? آآ المقاس قضي المناسب لك. شوفي عايزة عرض الكوفية قد ايه? او طولها زي ما انت حب. وطبعا الغرزة تقدر استخدميها استخدمات تانية. ممكن تعملي كوفيرتا تعملي بطانية بيبي. هي الغرزة سهلة قوي بسيطة وشكلها آآ جميل. زي ما انتوا شايفين كده. اهو. كمل بقى انا الواحدة دي بس اوريكوا الشكل النهائي. دور ده بس كده. وهو ده طريقة الكوفية. هيبقى نقص بس مع بعض. الشرشيب. لو حابين تعملوها اوكي. آآ يعني حابين تسيبوها كده ماشي. حابين تعملوها اوريكوا الطريقة اللي اعملها ازاي? وتركيبها ازاي? بالنسبة لتنظيف الخيوط انا كنت اعملت آآ فيديوهات قبل كده. مفاصلة لتنظيف الخيط او تغيير اللون في الغرز. في هنا واحدة هنا منسياش. اخر منزلكة. بس انا وريتك واحدة صغيرة لشكل الغرزة اللي نفستها في السكارف. ده شكلها. زي ما قلتلك تقدر تستخدمي آآ فتلة واحدة او فتلتين او اي خيط بقى مناسب لك عندك. آآ دلوقتي هحضر بس هشيل بقى دي ونعمل مع بعض الشرشيب. هنبدأ مع بعض في طريقة الشرشيب. هتجيب اي كراسة آآ كشكول كتاب او قطعة كارتون يكون بس مقوة هنستخدمها. آآ لو انا عايز الشرشيب طويلة هستخدم الاتجاه ده. لو عايزها قصيرة هستخدم ده. وايا كان حتى لو القطعة اللي معاك هي كبيرة ممكن تأثري بعد كده آآ لغاية الطول اللي انت عايزها بس انا بحب ايه ان انا ما هتضرش في الخيط يعني. انا همسك القطعة الكارتون او التشكول او الكراسة زي كده. وهجيب الخيط بتاعي. وهلفه عليها من هنا. هسبت كده بايدي وابدأ هلف. هلف بقى الكمية اللي انا محتاجاها. انا مش محتاجة كمية كبيرة لان انا بالفعل مخلصة كل الاسكارف. فاضل بس حتة هنا هكملها معاك. كل ما هتلف اا اا اكتر كل ما اعتقد كمية خيط ابتر. هقص. كده. وهيجي هنا اللي عند الحرف ده. قص الشاشة. قص الخيط. كده الخيط معايا. هبدأ بقى. احد بقى. عايزة قد ايه. زي ما انا حب. ازا كنت حبة ان انا خلي الشرشيب هنا تكون سميكة. هاخد كمية كبيرة وحطها. حبها حاجة خفيفة زي كده هاخد كمية قليلة. هياخد مثلا لو يكن اربع خيط. اتنين من لون النبيتي واثنين من لون البيش. وامسكهم كده. وخليهم في المنتصف. وهجيب ابرة اماس اصغر. وادخل هنا تحت حلقتين حرف آآ حرف اللي. واسحب. الخيط. من تحت. واروح مع الدية بخيط منه. تاني. هدخل هنا تحت حلقتين حرف دي. وامسك الخيط من منتصف. واقعدي. خيط. وشت. كل ما هياخد كمية خيط اكتر. كل ما في شرشيب هتبقى سميكة. اكتر. بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. هنا كده تحت حلقتين حرف اللي. ادخل بابرة. واسحب الخيط. ده كده شكل. تحكيبة آآ الشرشيب. وطريقة ايه? عملها. وفي الاخر بعد ما هخلص القطع دي. الحتة اللي بقيت. هفرد كده قدامي للسكالف. واشدوهم كده بالراحة بس. وابدأ اساوي بالمقص الشرشيب. كملت خلاص هنا آآ الحتة اللي كانت باقية من الشرشيب وعملتها. وابدأ بقى ان انا اساوي. اشوف بقى الطول اللي انا عايزاة. وبالمقص كده وافرده قدامي. وابدأ اساوي زي ما انا حبا. واتأكد للناحيتين ايه? قد بعض. الناحية ديات والناحية التانية من ايه? من الشرشيب. هساوي ينبقى انا حطوهم على بعض وابدأ اساوي فيهم. طريقتها سهل وبسيطة جدا. كده آآ بتاعنا خلص. زي ما انتم شايفينه. كانت غرزة سهل وبسيطة جدا. بس النهائي بتاعها آآ شكل جمالي ابو. يا رب يكون آآ كان شرحي مبسط وبسيط آآ سهل وبسيط وقدرت اوصله ليكم. آآ وتكون الاسكارف عجبكم. ان شاء الله استنوني فيديوهات جاية تانية. كان معاكم ضعاء محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة